اشتركوا في القناة لانه اليوم عنا زوايا كثير عنا انتقال القمر عنا خلوه مسار يعني اليوم القمر بده يكون بالعقرب بده ينتقل للقاوس ولكن في كثير من الزوايا اليوم لازم انه تركزوا فيها بشكل منيح طبعا الزوايا هاي اللي ما بيعرف او اول مرة بسمع بلازم تسمع الزوايا الفلكية وضيفها لتوقعاتك يعني تعرف اهم الزوايا وتأثيراتها وضيفها لتوقعات التوقعات اللي بنحكيها تنطبق على البرج وتنطبق على الطالع بنفس الوقت يعني بدك تسمع برجك وطالعك تشوف مين اللي بغلب عليك اكثر وهو اللي بدك توخذ فيه على طول الخط او تدمج ما بين الاثنين طبعا الآن القمر موجود فيه منزلة القلب في برج العقرب اللي هو قلب العقرب منزلة قلب العقرب هاي للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة يعني منزلة ممتازة وبرضو في نفس اللحظة هاي المنزلة رح يظل القمر موجود فيها لغاية الساعة واحدة وواحد وعشرين دقيقة من صباح اليوم السبت لا ينتقل بعديها لمنزلة الشولة طبعا الساعة واحدة وواحد وعشرين هي بتوقيت جرينيتش منزل ثلاث ساعات يعني الساعة أربعة وواحد وعشرين دقيقة بتوقيت الأردن طبعا بس ينتقل القمر وصير في منزلة الشولة وهي للظفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط فيعني هاي نعتبرها احنا ممتزجة ولكن سعودة القمر اليوم هي اللي رح تغلب فمعناته المنزلة هاي بتصير سعيدة طبعا بما انه القمر موجود في برج العقرب من الان ولغاية ساعات ما بعد الظهور او عند العصر تقريبا فعشان هيك بتغلب علينا صفات هذا البرج لازم ان نركز بشكل جيد في تأثيرات برج العقرب وكيف بتأثر علينا يعني لاحظ يوم امس مثلا مع يوم الغد بتلاقي انه هاي التأثيرات بناخذ من صفات برج العقرب صفات برج العقرب في هاي الفترة انه منكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا من حبه بشدة يا من نكرهه بشدة بنشعر بانتقاد الغير وحدته وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا شراء بوليس التأمين او قراءة رواية بوليسية مثيرة او مشاهدة فيلم مغامرات واتخاذ قرارات حاسمة مثل شراء بيت مثلا او انقرر على شيء معين او الاهتمام بدكور بيت او تصلحات بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا عنا مجموعة كبيرة اليوم من الزوايا ما قبل خلو المسار وما بعد خلو المسار طبعا بالنسبة للزوايا اللي ما قبل خلو المسار اللي هي بتبلش بعد منتصف هذه الليلة اللي هي ليلة الجمعة على السب اول زاوية هي زاوية التثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهي رح تكون في تمام الساعة 12 و 52 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش يعني الساعة 3 و 52 دقيقة صباحا بتوقيت الاردن هاي زاوية بتعزز الخيال الخصب عنه بيقوى الحدس فعشان هيك اللي بينشطوا فكريا هم بيستفيدوا في هذا الموضوع اللي بيشتغلوا في مجالات الفن الديكور التجميل النشاط الفكري الكمبيوترات هدولة اكثر المستفيدين بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة 3 و 3 دقائق صباحا يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا يعني بما انه ساعة 3 و 3 دقائق يعني الساعة 6 و 3 دقائق صباحا بتوقيت الاردن اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة 6 و 5 دقائق صباحا هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار طبعا هو عمل سلبي لأنه بكون القمر بنتقل من برج لبرج ما بشكل زاوية مباشرة أو زاوية متصلة مع الأبراج الرئيسية فعشان هيك بتسمى هاي الفترة فترة خلو المسار ما مننصح فيها اللي عمل أي شيء جديد طبعا هاي الزاوية أو هذا خلو المسار رح يبدأ من الساعة 6 و 5 دقائق صباحا ورح يستمر لغاية الساعة 3 و 23 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج يعني بتوقيت الأردن الساعة يعني نقدر نحكي 9 و 5 دقائق وبنتهي الساعة 6 و 23 دقيقة مساء بتوقيت الأردن هذا بعني زي ما حكينا أنه الفترة هاي لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 3 و 23 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج يعني الساعة 6 و 23 دقيقة قبل المغرب تقريبا هي بعد العصر منشعر بالابتهاج أكثر لأنه بصير تأثيرات القوس هي اللي بتأثر علينا فمنلاقي أنه الناس أكثر مرحا وبننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية والنقاشات والحوارات كما من ميلة الرحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعنا في الفترة هاي اقتراض المال دراسة لغة جديدة اللي استمتع بهواي ما أو تجربة الحظ التخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا اللي رح تصير ما بعد خلو المسار هي تقريبا عندنا زاويتين بطيئات وزاوية سريعة البطيئة الأولى هي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين الشمس وبين عطارد وهي رح تكون في تمام الساعة أربعة وسبعتاشر دقيقة بعد العصر يعني بتوقيت الأردن الساعة سبعة وسبعتاشر دقيقة مساء هذا الاتصال بيعزز قدرتنا الفكرية وبسهل علينا فهم مواضيع علمية صعبة كان يتعذر علينا فهمها في السابق وبيزداد التوجه لإجراء الاتصالات والتنقلات والسفريات الضرورية أو الميول لهاي الأمور بالفترة هاي طبعا اليوم والأيام القادمة اللي هي تقريبا بحدود الخمس أيام أو ست أيام بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران إيجابية برضو بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة سبعة وستة وثلاثين دقيقة مساء هاي الزاوية تأثيراتها بما أن الساعة سبعة وستة وثلاثين دقيقة منزل ثلاث ساعات ساعة عشرة وستة وثلاثين دقيقة مساء ذروتها يعني هي تأثيراتها بتبلش من ساعات الظهر تقريبا هاي الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر بالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاءهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية الأخيرة فهي زاوية اقتران ممتزجة وهاي الزاوية إلها تأثير تقريبا بحدود الأسبوع طبعا هي بالبداية صارت هاي الزاوية وبعدين انفصلت وبعدين رجعت اتشكلت لأنه عطارد بيت راجع طبعا زاوية الاقتران هاي بالمرحلة هاي تحديدا هي ممتزجة يعني بتأخذ فيها سعودة وفيها نحوسة في نفس الوقت هاي الزاوية رح تكون الساعة عشرة وسبعة واربعين دقيقة يعني مساء بتوقيت جرينيتش وهي تأثيرها إلها تأثير تقريبا بحدود الأسبوع زي ما حكينا ورح تستمر كمان أسبوع قادم طبعا بتوقيت الأردن الساعة وحدة وسبعة واربعين دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت الأردن بيسود الشعور يعني شعور عام بالوئام أو السلام أو الطمأنينة فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقة مع أحبانا ولكن مشكلتها إنه هاي شوي بخلي في نوع من أنواع الضيق بالصدر هيك بتشعر إنك أنت مذايق بس من إيش ما بتعرف ففي هاي المرحلة إحنا ما بنتقبل للنقد ولا الانتقاد فممكن انتور ثورة عارمة وبشكل مبالغ في وجه أي شخص بينتقدنا وبيعطي ملاحظة بخصوص تصرفتنا وبتكون ردة الفعل بكشف عيوبه وأخطاؤه بما أن القمر رح يكون موجود في برج القاوس معنا تخلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين 11 عشرة بيبدأ في تمام الساعة 34 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 5 و 14 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيش لينتقل القمر بعديها لبرج الجديد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال لجديد 3 أيام في تمام الساعة 46 دقيقة صباحا بيصير 4 أيام نسبة الإضاءة بتصير 18% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 عشرة مزاجها سعيد بنسبة 45% القمر في العقرب بيبدأ ينتقل القوس ورح يمكت فيه حتى تمام يعني يوم 11 عشرة هو سعيد بنسبة يعني متوسطها 50% عطارد في الميزان بيتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 25% الزهرة في القوس حتى يوم 15 سعيد بنسبة 30% المريخ في الميزان حتى يوم 30 عشرة سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلوب بيتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 10% زحل في الدلوب بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 18 واحد منتحس بنسبة 10% نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 1 عشرة منتحس بنسبة 10% بلوتو في الجدي طبعا هو ما بيتراجع رجع للحركة الأمامية ورح يفضل في الحركة الأمامية في الجدي لغاية يوم 29 أربعة بعدين بيبدأ عملية التراجع هو سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم من المحتمل أنه يتغير الوضع لصالحك مع شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض من الآن ولغاية ساعات العصر تقريبا ممكن تضطر اليوم لتقديم التنازلات أو تصحيح الأخطاء بدك تحاول أنك تتقبل آراء الآخرين بدون تحفظ ممكن تنشغل بمعاملة بملف بأمور إلها علاقة بالوضع المالي أو الأموال المشتركة طبعا هذا كله لساعات العصر من ساعات العصر بتتغير الأجواء بشكل إيجابي كبير لأنه اليوم القمر رح ينتقل يصير في القوس يعني بيتك التاسع فبتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو ممكن في أمور إلها علاقة بالدراسة والتعليم أو البحث بمواضيع علمية وفلسفية اللي عنده مؤتمر أو عنده مناسب اليوم فهو مناسب جدا أهم شيء تكونوا أكثر وعي على الطرقات وخاصة فتر دخلوا المسار اللي هي من ساعات الصباح لساعات العصر ويعني بتكون تنتبهوا إذا اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضود برج الثور طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم تماما فعشان هيك بتظل الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع التوتر وتعتبر هاي الفترة من أكثر أيام الشهر ضغطا رغم أنه القمر سعيد إلا أنه بظل فيه نوع من أنواع الضغط فعشان هيك بدك تحاذر من الخصام وهمش إنك ما تعادي أي شخص اتجنب الخلافات كليا اليوم لغاية ساعات العصر خصمك بالفترة هاي بكون أقوى منك طباعك ما رح تكون هادئة طبعا هاي الأمور بتظلها ضغطة عليك لغاية ساعات العصر من ساعات ما بعد العصر بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة إنجزوا الواجبات بدقة حتى لو كانت كثيرة يعني بدك تركز بشكل جيد بواجباتك بأعمالك بالأمور المالية المشتركة حاول تنفيذ أعمالك دون تردد وحاول إنك ما تلتهي بالأمور الثانوية برج الجوزاء طبعا اليوم القمر موجود في البيت السادس من الآن لغاية ساعات العصر فممكن إنك ترتاح لسير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافتها يعني لو عندك أعمال أو عندك نشاطات اليوم معادي بتعملها وبتكون الأمور ميسرة ما رح يكون فيها هالصعوبة بدك تراعي ظروفك الصحية أو الإشي ممكن تعيد ترتيب الأوضاع وتتحسن أحوالك اليوم يعني اليوم في نشاط فكري نشاط بالعمل وبرضو نشاط في أمور إلها علاقة بالأمور الصحية في ساعات العصر بترغبوا في تعزيز شراكاتكم القمر بتكون ديروا بالكل إنه رح يصير مقابلكم تماما بتكونوا أكثر تفهما لوجهة نظر الشركاء وبدكوا تحاذروا من الخلافات وحاولوا أنكم ما ضخموا الأمور هاي مرحلة المقابلة دائما بتكون متعبة فعشان هيك يعني هي زي ما بتعطيك طاقة وبتسحب منك طاقة الفترة هاي دائما بالمقابلة الطاقة بتكون ضعيفة تماما وخصوصا في البيت السادس والسابع أوجها والثامن أقلها برجل سرطان فرصة مناسبة لتحقيق إنجاز أهم إشي إنك تضع مخاوفك بجانبك هيك وحاول إنك ما تتهرب من المسؤوليات الأجواء مناسبة الجيدة لا أمور إلا علاقة للتلاقي للتعارف للحب للغرام وتعتبر هاي فترة ممتازة جدا من الآن لغاية ساعات العصر لا كل الأمور الإيجابية وتعتبر من أجمل أيام الشهر وأكثرها حظا طبعا في ساعات العصر بتختلف الأجواء لأن القمر رح ينتقل وصير في البيت السادس فبتكو تنتبهوا أكثر لصحتكم أكثر من المعتاد ممكن يعني اتعاني من بعض المسائل الصحية اللي تكون بحاجة لمراجعة الطبيعة ما في شيء بخوف ولكن بدك تنتبه وخصوصا لأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة برضو بالفترة هاي بيتراكم في هالعمل أكثر من المعتاد وممكن إنكو تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم عشان هيك بدكو تركزوه بشكل جيد على الأمور الصحية وأمور عملكم برج الأسد أهم إشي اليوم إنك ما تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية لأنه إذا سمحت لها رح تأثر على استقرارك اليوم بدك تركز بالأمور بشكل جيد حاول إنك ما تنفعل وما تكون لك ردات فعل سلبية ممكن تنهمك بحل مسائل عائلية أو شخصية وممكن شوي هيك يصير فيه نوع من أنواع القلق أهم إشي إنك ما تتذمر لأقل إشارة فحاول إنك تضبط أعصابك وخصوصا بالأمور زي ما حكينا اللي إلها علاقة بالبيت بالعائلة طبعا لساعات العصر من ساعات العصر الأجواء رح تختلف تماما لأن القمر رح يصير في البيت الخامس اللي هو في برج القوس فبتبحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم بتعيش لحظات سعيدة وناجحة الفترة هاي بيصير فيها نوع من أنواع الانفراجات والتطمينات والرومانسيات في حدث معين رح يصير يعني شوي يدخل السعادة على قلبك برج العذراء طبعا النشاط ما زال موجود اليوم ممكن تقوم بمفاوضات نشطة جدا ومفيدة إلك بشكل كبير أهم شيء أنك تعبر عن رأيك وحاول أنك تفاوض بجراء أو ما تتردد اطرح الأفكار اللي عندك بكل ثقة اليوم أنت بتتميز بسرعة بديهة عالية جدا وسرعة خاطر والقدرة على إيجاد الحلول فعشان هيك الفترة هاي تعتبر نشطة بالاتصالات بالحركة بالامتحانات بكل الأمور اللي تحتاج نشاط فكري وخصوصا أنه في زوايا حكينا أنها بتعزز الأمور هاي ولكن فترة خلوه المسار بدك تنتبه من نقاش مع أحد الإخوة أو أمور إلها علاقة بقيادة السيارة يعني بدك تكون حذر وتركز فيها بشكل جيد في ساعات العصر وما بعد العصر بتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية لأنه الاهتمام رح يصير عائلي لأنه القمر رح يصير في البيت الرابع ممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي يلفت انتباهك برج الميزان بتتحسن عندكم المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس أكثر من الأيام المضت وبتختفي عندك الهموم وبتطمئن هواجسك بشكل يعني نحكي ممتازة حاول أنك توظف أموالك بشكل حكيم انتبه من المحتالين بالفترة هاي ممكن تحصل اليوم على ربح من جهة أجنبية أو غريبة طبعا هذا كله داعم لإلك لغاية ساعات نقدر نقول اللي هي العصر أو ما بعد العصر من ساعات ما بعد العصر بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات وعلاقاتكم بتكون ممتازة جدا أهم شي زي ما حكينا بتكونوا أكثر وعي على الطرقات لأنه شوي بما أنه بدينتقل للبيت الثالث وخلوه مسار معناته بدها تركيز أثناء الحركة وأثناء التنقلات برج العقرب طبعا اليوم بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة اليوم ممكن تتلقى إشارة أو خبر وبتنتعش العواطف وبتزدهر لقاءات عندك بشكل ممتاز ممكن اليوم تتلقى مفاجأة سرة وربما تفرح لحدث كبير وتعتبر هاي الفترة يعني بالفعل تعتبر من أفضل أيام الشهر بالنسبة لإلك وخصوصا إذا استغلت كل إشي جيد وإيجابي فيها طبعا في ساعات المساء أو منقدر نحكي من ساعات العصر هي بتصير الأمور شوي بتركز على الأمور المالية فبتنهمكوا في أمور إلها علاقة بضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من السرقة والضياع ومن المحتالين يعني بدك تركز على أموالك بشكل جيد في بعض المكاسب اليوم أو الاهتمام المالي ولكن زي ما حكينا بدك تكون حذر برج القوس طبعا ما زال الجو الآن يعتبر ضاغط لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بدك تبعد عن المغامرة عن الرهان عن الحظ هدولة الثلاثة بدك تلغيهم من الآن لغاية ساعات العصر فممكن اليوم تعاني من تراجع في الأرباح أو في المعنويات والحيوية أهم إشي أنك ما تجازف بسلامتك هاي تعتبر فترة فارغة من الحظ طالما القمر موجود في بيت المتاعب اللي بتشعر فيه من تعب وتراجع في الصحة كل ما اقتربنا لساعات العصر بتلاقيه بلش يختلف لشكل إيجابي ونفسيتك بتتحسن وطاقتك بترتفع من ساعات العصر تمتلق نشاط وحيوية ممكن تقلب بعض الخيارات والتوجهات لأمور بتناسب وضعك الحالي بتتمتع اليوم بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك برج الجديد طبعا الأجواء الآن ممتازة ولكن في ساعات العصر بتبطل ممتازة يعني بمعنى آخر هاي فترة اللي هي من الآن موعد بث الحلقة لغاية ساعات العصر القمر موجود في برج حليف لا إلك فتعتبر هاي الفترة مميزة للتحالف للتعاون للمشاركة الفعلية لا اقتناس لا إعلان رأيك أو للحصول على موقع معين أهم إشي إنك تتفاعل مع المسؤولين بمرونة الفترة هاي برضو جيدة للأمور اللي إلها علاقة بالصداقة والعلاقات الاجتماعية وممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا في لقاء بعض الأصدقاء أو مساعدتهم لا إلكم في ساعات العصر تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم أهم إشي إنه بالفترة هاي لأنه القمر بصير في يعني في بيت المتاعب حاولوا إنكم ما توقعوا على العقد إذا بتقدروا أو تأجلوا وإذا بدك توقع على هذا العقد بدك يتدقخ في كل تفاصيله حاول إنك ما تحسم أمر مهم بالفترة هاي لأنه بدك تكون برضو مركز بشكل جيد وتعتبر هاي الفترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ عشان هيك نقول لك فترة وجود القمر في بيت المتاعب دائما تعتبر فترة ضاغطة وإلها علاقة بالمؤسسات الكبيرة برج الدلو بدك تحافظ على هدوءك وحاول إنك ما تحيق يعني ما تثير أي فتنة اليوم يعني بمعنى آخر بدك تكون حمامة سلام بمعنى آخر بدك تكون شيء مميز ابعد عن أي شيء ممكن يعمل خصام أو مشاكل لهاي فترة تعتبر فترة مهمة بتمتحنك أهم إشي إنك ما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخطاء لأنه هذا بيت السمعة ما زال القمر موجود في بيت السمعة بدك تحافظ على رصانتك وتتمسك بمسؤولياتك طبعا هذا الأمر رح يظل ما بين شد ورخي لغاية ساعات العصر من ساعات العصر طبعا بتنشطوا بين الأصدقاء منكم ممكن أشخاص يشاركوا في حفل أو مناسبة أو ممكن تجيكوا هدية الأجواء بتصير إيجابية بشكل كبير تقريبا من ساعات الصباح ولكن بيظل في نوع من أنواع التحذيرات على بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعمل والمسؤولين وعلاقتك بزملاءك برج الحود طبعا القمر موجود ما زال موجود في مكان ممتاز بالنسبة لإلك لهو في البيت التاسع فمن الآن لغاية ساعات العصر تستعيد حماستك بتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة كما أنه في الفترة هاي بتتلقى إشارة أو خبر سار وتعتبر هاي أفضل وأجمل أيام الشهر بتكون الفترة يعني من الآن للعصر فترة فيها نشاط فيها حركة بتشكل محطة لانطلاق بورشة جديدة أو فكرة جديدة أو قرار جديد ولكن بدك تحذر فترة خلو المسار بدك تكون حذر الأهم إشي إذا كان عندك تنقلات أو قيادة سيارة بدك تحاول تكون حذر في فترة من الصباح للعصر من ساعة العصر تحديدا القمر رح ينتقل ويصير في بيت السمعة بيتك العاشر فبدكوا تحافظوا على سمعتكم على مصالحكم الإجتماعية يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للي بيبحثوا عن عمل بدكوا تتجنبوا الخلافات وتستعوا لتلطيف الأجوى يعني بمعنى آخر يعني ممكن أشخاص تيجي دولي يعني وين بعد العصر أنا بتقدم على عمل لا هو ممكن تجهز أوراقك أنت غدا مثلا تباشر بعملية البحث عن عمل أو التقديم للعمل الفترة اللي قادمة فيها إيجابية وفيها سلبية ولكن احنا بنوخذ إن شاء الله إيجابيتها أكثر طبعا الآن بما أنه وصلنا للنهاية نهاية الحلقة ما علي إلا أني أشكر الجميع جميع المستمعين اللي بيقوا معنا واستمعوا للحلقة بالكامل واللي حتى استمعوا لأبراجهم وطلعوا اللي حطوا اللايك يعني بعد ما سمعوا أبراجهم أو قبل أو حطوا تعليق أو هان برضو بحب أشكر كل شخص بشارك وبدعم بالتعليقات يعني تعليقاتكو بترفع المعنويات في نفس اللحظة الأشخاص اللي انتسبوا للقناة اللي أسماءهم ظاهرة على الساحة هذولا شكرا لإلكم وطبعا إن شاء الله إنه العدد يزيد والدعم يزيد خلال اليومين هذول احتمالية إنه أطلع ب مقطع بسيط تجريبي يعني عشان لما تشوفوه بهمني تشوفوا هذا المقطع وفي نفس اللحظة تحطوا تعليقاتكو عليه لأنه بهمني تعليقكو بشكل كامل مهم جدا يعني بالنسبة لإليه هذا المقطع اللي رح ينزل يعني خلال اليومين هذول يا بكرة يا بعد بكرة إن شاء الله بس إنه في شيء مفاجئ رح يكون هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر